السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمرحبا بجميع الحضور في المحاضرة التمهيدية الأولى من دورتنا المباركة والفريدة من نوعها حروف المعاني ولعل هذا الاسم جديد ولكنه قديم حروف المعاني مسمى أطلق على الحروف اللغة العربية وحروف اللغة العربية لها أكثر من نوع ولها أكثر من دلالة ولها أكثر من شكل الحروف في اللغة العربية للأسف الشديد يهملها دارس النحو ويهملها دارس اللغة العربية فلا تأخذ حقها فلا تأخذ حقها لذلك نقول أنها جديدة لأنها لا تأخذ العناية المفروضة لها كما يأخذ أو كما تأخذ بقية العلوم وبقية الأقسام في اللغة العربية وفي النحو العربي خاصة حقا سندخل مباشرة في صلب حديثنا الليلة الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا ولكن الحديث الليلة عن الحروف ولعل هذه معلومة جديدة لمن يحضرون لأول مرة معنا أن عدد الحروف في اللغة العربية ثمانون حرفا ثمانون حرفا من لأول مرة الليلة يعلم أن عدد حروف اللغة العربية ثمانون من لأول مرة يعلم أن عدد حروف اللغة العربية ثمانون حرفا أظن أن هذه أول معلومة جديدة فريد قد تميزكم عن غيركم بهذه أو بهذه المعلومة إذن بداية هذه الدورة بدأناها كما ترون بالتميز هذه المحاضرة طبعا من سلسلة محاضرات تمهيدية متاحة للجميع أن يحضرها المحاضرة الأولى أردنا فيها أن نريكم مستقبلكم أردنا فيها أن نري جميع من ينضم لهذه الدورة ويحجز مكانه مبكرا أن يرى مستقبله بعد تخروجه منها بإذن الله تعالى ركز معي وركزي معي ركزوا معي هنا من يحفظ هنا القرآن الكريم كاملا أولا؟ من يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ سنحتاجه الآن طيب الحمد لله الحمد لله يعني ما شاء الله يعني من أيضا يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ طيب من يحفظ عشرين جزءا من القرآن الكريم مثلا؟ أو خمسة وعشرين جزء مثلا؟ شرف على الانتهاء منه من يحفظ مثلا؟ نصف القرآن الكريم الحمد لله الكثير منكم قرأ هذه الآية ممن يعني يلتزمون أو لهم ورد يومي من القرآن الكريم فقرأوا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقرأ أيضا في قول الله تعالى وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون طيب في أي صورة ذكرت أو ذكر قول الله تعالى وتلك الجنة التي ذكر فيها كلمة منها تأكلون هكذا بدون واو في أي صورة الحفظة اكتبوا لي في التعليقات في أي صورة ذكرت هذه الآية عشان الناس بمعنى أصح لا الأعراف ولا الزخرف في ناس بتكتب تمام الزخرف ممتاز طيب الآية الثانية في صورة ومنها تأكلون التي ذكرت فيها منها تأكلون بهذه الطريقة للواو في المؤمنون تمام ممتاز جدا وانا أريدكم أن تركزوا معي هنا وكنا ونحن نحاول ونحن نحاول أن نفرق بين هاتين الآيتين في أيهما ذكرت الواو وفي يعني أي الآيتين لم تذكر حرف أو لم يذكر حرف الواو طيب وركزوا معي جدا حروف المعاني حروف المعاني في هذه المحاضرة ستفرق لنا بين هاتين الآيتين بتفرقة لن نستطيع أن ننسها أبدا بإذن الله تعالى السؤال الأول منها تأكلون العائد على الفاكهة هذه الفاكهة في الدنيا أم في الآخرة التي في سورة الزخرف واحد في الدنيا أم في الآخرة الفاكهة هذه في أين في الدنيا وتلك الجنة التي أرثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة الجنة صح الفاكهة هنا في الجنة طيب الفواكه أين هي في الدنيا جميل جدا طيب برضو ما فهمناش ما علاقة ألواو هنا بهذه التفرقة ولماذا ذكرت ألواو في سياق الدنيا ولم تذكر ألواو في السياق الآخرة ومنها تأكلون لماذا ما المراد هنا الواو هذه للعطف من أنواع الواوات وهذا ما سندرسه في هذه الدورة بإذن الله تعالى من أنواع الواوات الواو العاطفة ولها عشرة أنواع بل أكثر الواو العاطفة تفيد تعدد الأشياء المعطوفة فعندما أقول مثلا جاء أحمد ومحمد وخالد وحمزة فأنا هنا أعدد الذين جاءوا وعندما أقول عندما أقول جاء أحمد وهو ينظر ويكتب ويقرأ ويتحدث فهنا أنا أعدد أفعال أحمد له أكثر له أكثر من فعل حدث من خلاله طيب السؤال لكم الآن أيضا أريد من العقول أن تعمل الآن الفاكهة في الدنيا هل يجوز استخدامها في غير الأكل الفاكهة في الدنيا بالطبع يجوز أن تستخدم الفاكهة في الدنيا تمام تستخدم للأكل صح وللتجارة ولصناعة المأكولات الأخرى صح كدا مش كل هذه من استخدامات الفواكه والفاكهة جميل جدا طيب الكثير نعم مستحر طيب الفاكهة في الجنة الفاكهة في الجنة للأكل فقط للأكل فقط كيف فهمنا هذا الأمر من خلال حروف المعاني لأن الواو هنا عددت لنا المنافع والأمور التي نستخدمها من الفاكهة من ضمنها الأمر الشائع أننا نأكل لكن الفاكهة في الجنة لا تستخدم وليس لها استخدام إلا الأكل ما الذي دلن على ذلك حروف المعاني يبقى أول فائدة استفدناها هنا من حروف المعاني وجود حروف المعاني في النصوص ماذا يفعل من خلال هذا المثال وجود حروف المعاني في النصوص القرآنية يضيف عليها معاني جديدة خفية صح؟ هذه أول فائدة جميل جدا عندما نخرج إن شاء الله ونمر من هذه الدورة بأنفسنا سنفعل ذلك؟ نعم الآن أنا أقوم في هذه المحاضرة التمهيدية لم أشأ أن أقوم بشرح شيء من الحروف مباشرة إنما أردت أن أوضح لكم مستقبلكم بعد تخرجكم من هذه الدورة التي ستسير بشيء بمعنى أصح من الطمأنين والتأوه لا يوجد فيها ضغط عليك إنما نريد من خلالها أن نصفي عقلك وذهنك لنرتقي بك لنرتقي بك هل تضيف المعاني فقط أم حروف المعاني تستخدم أيضا بغرز وغرس معاني روحية في القرآن الكريم وركزوا معي جدا كلمة معروف في المعاملات بين البشر وردت كلمة معروف بدون حرف الباء في موضع ووردت بحرف الباء في مواضع أخرى كما ترون أمامكم في هذه الكلمات صح؟ طيب وركزوا معي جدا ركزوا معي جدا طيب أما هنا وصاحبهما في الدنيا معروفا فإمساكم بمعروف أو تسليح بإحسان فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف كل ما هو الآن أمامكم به حرف الباء أما معروفا هنا لم يأتي فيها حرف الباء لماذا؟ ما أثر حروف المعاني هنا؟ هل وجود حرف الباء حرف جره خلاص خلص الموضوع ولا إيه؟ وما بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة في حرف الباء هل انتهى الأمر عند هذا الحد فقط؟ لا المعروف هنا المعروف هنا جزء من أشكال التعامل أما المعروف هنا هو كل التعامل كيف هذا الأمر؟ كيف هذا الأمر؟ مش مجرد فرض ما هو أيضا هنا فرض برضو ما هو في أمر أمسكهن بمعروف ما هو في أمر هنا بس هو مش مجرد فرض المعروف هنا هو كل التعامل أما المعروف هنا هو جزء الباء ليست للجزئية لا ليست لهذا الباء لها معاني كثيرة من معاني الباء المصاحبة والمعية يعني فاجعل معاملتك في سياق هذا الحديث بين الزوج وزوجته اجعل حديثك معها وتعاملك معها واجعل كل شيء معها فيه معروف هل يجوز أن يكون في معاملة الأزواج بينهم وبين بعضهم أشياء أخرى غير المعروف؟ الإجابة إيه؟ الإجابة نعم فعيضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هل في سياق التعامل بين الوالدين معك بينك وبين أمك وأبيك؟ هل يوجد الهجر ينفع؟ لا يجوز إذن لا يجوز لك في التعامل مع أمك وأبيك أو مع الوالدين لا يجوز لك إلا المعروف لا يجوز إذا فعلت شيئاً مع زوجتك من الهجر أو من الضرب بشروطه طبعاً كما ورد في القرآن الكريم فليس عليك ذنب أما في الوالدين ما ينفعش لا يجوز أبداً لك أن تفعل هذا مهما فعلوا ما فعل وقال لا يجوز لك إلا أن تتعامل بالمعروف كيف استفدنا هذا الأمر؟ الباء وجود حرف الباء يفيد مصاحبة المعروف لأمور أخرى في التعامل حرف الباء ده من حروف المعاني؟ آه من حروف المعاني حرف الباء هذا من ضمن معانيه ما قلناه الآن يعني له معاني أخرى؟ نعم له معاني أخرى هل سنستطيع بأنفسنا أن نفرق بين هذا المعنى وذاك؟ نعم سنفعل بإذن الله تعالى هذا مستقبلنا بإذن الله تعالى بعد تخرجنا من هذه الدورة المباركة؟ نعم بإذن الله تعالى طيب يبقى هنا وجود حرف الباء كما رأينا الآن أفاد مصاحبة المعروف لأمور أخرى في التعامل الكثير والكثير يا سيدة الرانية يعني إذا شئنا أن نقول أننا سنطبق على أجزاء من القرآن الكريم سويا وبمفردنا فقولي أجزاء من القرآن الكريم نقوم بإمسك حرف الباء هكذا في سورة البقر وكل باء تأتي أمامنا بالمعادلات التي استخرجناها بالأمور التي وضحناها أي معنى تفيده الباء هنا؟ وهكذا هكذا يكون التعامل مع القرآن الكريم هكذا يكون التعامل مع القرآن الكريم تمام؟ طيب ونحن نحفظ طبعا جاء أمامنا جاء أمامنا دائما أن الهدى صح؟ نشايفين الهدى كلمة هدى دائما يأتي مع حرف الجر إيه؟ على صح؟ يأتي مع حرف الجر على وكلمة ضلال يأتي معها حرف الجر إيه؟ في حفظة القرآن صح؟ وهذا في كل القرآن الكريم على فكرة لماذا؟ قالوا على تفيد الاستعلاء تفيد الاستعلاء أما فيه تفيد الظرفية الله طيب يعني إيه الاستعلاء يا جماعة؟ يعني إيه الاستعلاء؟ يعني شيء فوق شيء طيب الظرفية يعني إيه الظرفية؟ يعني شيء تمام؟ شيء داخل شيء شيء داخل شيء صح؟ هل يجوز أن أقول أنني في هدى ما ينفع برضه؟ ما انتهى تقوله للنغماس؟ إيه المشكلة؟ أريد أن أكون منغامساً في الهدى؟ إيه المشكلة؟ مش هذا هو المعنى وفقط إيه المشكلة؟ ما يكون الهدى محاوط لي دائماً؟ يحيطني من كل جانب لا توجد مشكلة صح؟ صح؟ لا توجد وما الإيه الفكرة هنا؟ أن الاستعلاء هنا ليس من بابي أنك أعلى من الهدى أو أنك فوق الهدى والهدى أسفل منك أي أن الهدى غير أنه يعلي صاحبه يجعله يعيش بحرية أما الضلال فيقيده وإن ظن أنه يعيش بحرية كيف ذلك؟ نحن نرى في الهدى المرأة ترتدي حجاباً لا دا مش حجاب بغترتدي نقاباً يسترها جميعها دا الشرع بيقيدني دا يأتي في الليل ويقول لي استيقظ دا فيه شيء يسمى قيام ليل يأتي في أو أمام المأكلات التي أحبها ويقول لي أنك صائم فلا تستطيع أن تأكل إزاي بقى الهدى يعليني وهذه الأمور الذي يشعر بهذا العلو هو الذي يسير عليه الهدى والهدى لا يعلي إلا من أراد العلو لا يعلي أحداً إلا من أراد أن يعلو إبقى العلو يجعلك فوق كل الأشياء فكأنك في منارة عالية تنظر إلى كل من حولك إلى كل من حولك وأما الضلال فكأنك منغمس في سجن لا تستطيع أن ترى شيئاً وإن ظننت أنك ترى على وفي حرف جر وحرف جر كلا الحرفين استطعنا أن نغوصة في أعماق معاني هذه الحروف حروف المعاني ليس من باب أننا نذكر هذا حرف جر وخلاص وهذا حرف جزم هذا ما درسناه في النحو القرآن كمقدم عن حروف المعاني أما في حروف المعاني فالتخصص هنا للتدبر النحوي للقرآن الكريم يبقى هنا الهدى يعلي صاحبه فيجعله في منارة ينظر لجميع الأشياء حوله تمام أما هنا الضلال الضلال ينغمس فيه صاحبه فلا يستطيع أن يرى شيئا فلا يستطيع أن يرى شيئا حروف المعاني حروف المعاني واضح في هذه المرحلة يعني ما الذي يعني المشاعر المختلطة أو الموجودة بداخلكم وأنتم ترون القرآن الكريم الآن مش مجرد تفسير هذا لا يوجد في كتب التفسير هذه أمور نحوية يجب على دارس النحوي أن يتعمق فيه أو دارس اللغة العربية أو من يقرأ القرآن الكريم لأن القرآن باللغة العربية لأن القرآن باللغة العربية من لأول مرة يسمع أصلا عن حروف المعاني؟ من لأول مرة الليلة حروف المعاني يراها بأسلوب جديد أو يسمع عنها لأول مرة ما شاء الله ما شاء الله طيب نكمل نكمل لم يتوقف الأمر هنا الأفعال في اللغة العربية سأقول الآن شيئا وأنتم يعني ركزوا معي اكتبوا لي آه ماذا نفعل؟ عندما أقول لك أكتبوا بالقلم أم أكتبوا على القلم ما رأيكم؟ بي ولا على أكتبوا فعل بي تمام جدا طيب أكتبوا على الورق أم أكتبوا من الورق لو أن أكتب عليه ودون شيء جميل جدا ممتاز جدا إذن أنتم الآن متفقون معي أن الأفعال يلزمها حروف معينة حروف معينة لتؤدي المعنى لتؤدي المعنى تمام جدا طيب كلمة كلمة واحدة واحدة كما نحن طيب ونصرناه أو وانصرنا على القوم الكافرين انصرني على ولا وانصرنا من القوم الكافرين الفعل نصر يأخذ إيه؟ وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا من القوم الكافرين طيب هل يجوز أن يأخذ الفعل نصر حرف الجر منه؟ هل ينفع؟ فما بال القرآن ونصرناه من القوم في اللغة العربية لا يجوز اللغة العربية لا يجوز أن يأخذ الفعل نصر منه فالنصر النصر يتطلب أن يكون هناك بمعنى أصح من يقاتلك أو من يحاربك أو من يقاومك فأنت انتصرت عليه على فما ينفعش منه إذن لماذا على أو لماذا ذكرت منهنا مع الفعل وانصرناه من القوم الذين كذبوا بأيتنا في سياق الحديث عن سيدنا نوح وقومه؟ قالوا نعم إذن يجوز في اللغة العربية أن ينوب حرف مكان حرف يجوز أن ينوب حرف مكان حرف أن يأتي حرف بمعنى مكان حرف آخر هل يجوز أن يكون نصرناه فقط بمعنى نجة كما كتب الآن أمامنا؟ إنما من عظمة اللغة العربية وجمال اللغة العربية أن يوجد فيها ما يسمى بالتضمين أن يضمن الفعل معنى فعل آخر فيكون معنا في نفس السياق معنيان أننا نجيناه فيأخذ حرف الجر من ونجيناه من الغم وأننا نصرناه بنجاتنا له من هؤلاء يبقى هنا الحديث في حروف المعاني أنه لا يجوز أبدا أن يأتي حرف على القول الصحيح أن يأتي حرف مكان حرف لينوب حرف مكان حرف لا يجوز ذلك هذا باب كامل سندرسه في حروف المعاني ونصرناه من القوم التضمين هل يجوز أن ينوب حرف المعنى على حرف آخر مكان حرف ماذا حرف جر؟ ماذا حرف جر؟ لكن في اللغة العربية ما ينفعش ما ينفعش أن ينوب الحرف مكان الحرف ولكن المعنى أعمق مما نتخيل أعمق بكثير مما نظن ونصرناه من القوم الذين كذابوا بآياتنا أي أننا نجيناه من هؤلاء نجيناه من القوم وبإغراقنا لهم هذا نصر هذا نصر نصرناه له عليه يبقى هنا الفعل نصر تضمن معنى الفعل نجى صح؟ تضمن معنى الفعل نجى طيب ما يأخذ ونجيناه خلاص صح؟ أنتم ممكن نقول ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا لكن نصر نا نصر نا نصر نا نا هكذا بهذه الطريقة أكثر تعمقا وأكثر جمالا فكأنه نصر له عليهم مكث فيهم كثيرا عاندوه فالله عز وجل من باب أنه يعني يفرح عبده فليست مجرد نجى فقط إنما هو نصر له عليه الفعل نصر تضمن معنى الفعل نجى نعم بارك الله فيك يا أسدقائي ناس عين يشربوها المقربون أن يشربوا منها وهذا من باب التضمين في حروف المعاني أو في الحروف وأمور كثيرة جدا في القرآن الكريم جاءت بنفس هذه الأمور ستكون في حروف المعاني يبقى الفعل نصر تضمن معنى الفعل نجى تضمن معنى الفعل نجى طيب نحن نريد أن نرى حرفا بعينه هكذا يعني بمعنى أصح ننظر فيه معانيه كيف تسير طبعا أمامكم الآن ما أثر حروف المعاني في فهم قوله تعالى سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ركزوا معي من وأيضا من هنا حتى تنفقه مما تحبون لأن أصلها من ما تمام أصلها كذا طيب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والكثير من المعاني الأخرى ستكون في حرف المعاني من وليس من من وليس من من بكسر الميم وليس من بفتحها فمن بكسرها حرف ومن بفتحها اسم تمام طيب من معاني من الابتداء من معاني من الابتداء يعني بداية الإسراء من المسجد الحرام صح كذا من المسجد الحرام البداية تمام طيب لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ما تحبون من معاني من التبعيض والتبعيض يعني حتى تنفقوا بعض ما تحبون وورد هذا في قراءة شادة قراءة بن مسعود أنه بنفس السياقها كذا حتى تنفقوا بعض ما تحبون لكن ليست من القراءات يعني المتواترة من قراءة العشر المتواترة تمام تمام حتى تنفقوا بعض ما تحبون ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وهنا تفيد البيان يعني نوع الثياب من السندس من الحرير تبين تبين مادته المصنوعة منه تبين الكلام قبل ما ترى في خلق الرحمن من تفاول أن تكون زائدة لتوكيد الكلام وهذا تأكيد على إركام صنع الله وخلق الله كما ورد في الكلام في السياق الآية ومن معاني من البدل أن تكون بمعنى أراضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة أراضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة تمام هنا معنى بدل طيب إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة أنها تكون بمعنى في الظرفية والحديث هنا في يوم الجمعة نفس الحرف بنفس التشكيل وأمور أخرى تمام نفس الحرف بنفس التشكيل نظر إلى المعاني التي استطعنا أن نراها في حرف واحد من ثمانين حرفا في حرف واحد من ثمانين حرف تمام طيب نجرب معكم منع من في قوله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ مَنَعُ مِنْ يلا معنى من هنا من هذه المعاني التبعيض أكتبه أو هذه من هذه المعاني بعضا منكم نسبتك تمام أكمله نبعدت الشاشة عشان نرى المعاني التبعيض التبعيض طيب الذي قلتموه الآن التبعيض هو المشهور والدليل على ذلك أن كلكم اتفقتم عليه صح؟ مشهور أنه للتبعيض والقول الثاني أنها للبيان طيب هل على هذا يترتب شيء يعني؟ هل يترتب عليها إذا كانت للتبعيض يترتب عليها أمر معين أو إذا كانت للبيان هل يترتب عليها شيء معين نستفيد منه؟ تفرق في حرف جر للتبعيض حرف جر للبيان ونعرف ما بني على السكون لا محالة لهم للإعراض خلص الموضوع قالوا نعم التبعيض يعني هنا أن الدعوة فرض على بعض المؤمنين اللي هم مين؟ الدعاء العلماء الشيوخ تمام؟ أهل العلم صح كده؟ تمام؟ طيب البيان ما معنا البيان؟ أنا أرى الآن ما شاء الله سيدة أميم مبارك الله فيك نعم رأيته الآن معلش التعليقات أنا أركز في الكتاب يعني إيه البيان؟ إحنا كده فهمنا التبعيض لهذا الواضح الوضوح يعني إيه برضو الوضوح؟ يعني هنا ما المراد في هذه الآية من البيانية تفيد لنا تفيد أن ما قبلها هو ما بعده إزاي الكلام ده؟ ماذا إحنا عندما قلنا السندس ثياب من سندس مش الثياب هو الحرير والسندس هو الحرير صح؟ مش الثياب مصنوعة من حرير هو الحرير نفسه ولكن على شكل ثياب ولكن على شكل ثياب جميل آه هنا يقول أن الدعوة فرض على جميع الأمة يعني ولتكن أمتكم هي التي تدعو إلى الخير وهذا ما جاء بعد ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس صح؟ وهذا ما جاء في سورة يوسف سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني هل قال أنا وبعض ممن اتبعني؟ لم يقل ما قالش وبعض أنا ومن ومن اتبع كل الذين فرض عليهم أدعو كيف نوافق بين الرأيين بين الأمرين؟ ما هو فعلا من تجوز أن يكون وليكن بعض منكم العلماء فرض عليهم؟ قالوا فرض على جميع الأمة أن يأمرون بالمعروف أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر قدر استطاعتهم في أنفسهم على جميع الأمة أما العلماء والدعاء فرض عليهم أن يفعلوا ذلك مع أنفسهم ومع غيرهم فنحن هنا بالبيان استطعنا أن نشمل كل الأمة بمن البيانية واستطعنا أن نخصص الكلام على العلماء وعلى أهل العلم بمن التبعيضية أي أننا فعلنا ذلك كله بحروف المعاني أي أننا فعلنا ذلك كله من خلال علم النحو أي أننا استخرجنا كل ذلك باللغة العربية ليست مشكلة بل نعم فرض على الجميع أن يقوم بدعوة أو بالدعوة إلى الخير أن يقوم بدعوة أنفسهم أن يقيموا الخير في أنفسهم أن يأمروا أنفسهم بالمعروف قدر استطاعتك أتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفس إلا وسعها يبقى استطعنا بهذه الطريقة أن نستخرج حكماً فقهياً وأن نستخرج معاني لتزكية الأنفس من خلال من البيانية الحرفية النحوية العربية حروف المعنى لأننا كامل قلوا كمان هذه يل قلوا لي ما نوع مني في قوله تعالى فجتنب الرجس من الأوثان منكم هي أمة يعني فلتكن أمتكم هي الأمة يعني مثلاً الثياب ثياب من سندس يعني الثياب هي السندس هذه العلامات سنأخذها إن شاء الله كيف نفرق بين من هذه وتلك المعاني الخاصة بها عندما أقول وليكن منك رجلاً أو وليكن منك الطالب مجتهد يا أخي يعني أخصد أن تكون أنت الطالب المجتهد فأنا أبين أبين أنك أنت هذا الطالب أبين أن الأمة هي أمتكم ولتكن منكم أمة أبين أن هذه الأمة هي أنتم كيف أقوم بذلك؟ من خلالي كما فعلت مع السندس والحرير ثياب سندس يعني السندس هو الثياب الأمة هي أمتكم هذه معنى من البيانية والدليل أنني أستطيع أن أخبر أن أخبر بما بعدها عما قبلها أن أخبر بالسندس عن الثياب السندس هو الثياب أساور من ذهب يعني الأساور هي الذهب ممتاز جداً ممتاز جداً بارك لا أنتم ما شاء الله استطعتم أن تستوعبه طيب ينفع أقول هنا فاجتاني بالريجيس أن من هنا تبعي ضية هذا صح وهذا صح صحيح وهذا صحيح لكن هنا ينفع يعني في بعض الأوثان فيها ريجيس صح كده والبعض التاني لا بعض الأوثان بها ريجيس والبعض الآخر لا أما هنا الأوثان هي الريجيس الأوثان هي الريجيس هذا معنى خطأ هذا معنى صحيح هذا معنى صحيح هذا معنى صحيح جميل جداً هذا حرف المعاني هذا ما سنصل إليه بإذن الله تعالى نعم يعني هنا عندما نأتي مثلاً لإعرابه هذا الحرف مثلاً يعني نقول عنه هنا حرف جر للتبعيض مبني على السكون لا محلة له من الإعراب نعم هل سنقول هنا في نهاية حديثنا لهذا الاستخراج أن هذا للبيان نعم كيف سنعرب كيف نكتب هذا الإعراب مبني على كذا مبني على كذا هذا من أسهل ما ستصلون إليه بإذن الله تعالى في هذه التورة إعراب جميع الحروف الثمانين في اللغة العربية نحن لسه ما دخلناش في أنواع الحروف يعني من أنواع الواو الواو العاطفة الحالية من أنواع الواو الاستئنافية من أنواع الواو ووربا من أنواع الواو وو القسم من أنواع الواو الاعتراضية الكثير الكثير اللامات عالم لام الفارقة والمزحلقة ولام الأمر واللام الموطئ للقسم والواقع في الجواب في جواب القسم والشرط إلى آخره الفاءات عالم لكل حرف من حروف الجر معاني تزيد على عشرة معاني أو خمستاشر معنا الكثير مور كثير هذه المحاضرة التمهيرية الأولى من هذه الدورة المباركة انتهينا بفضل الله منها وقد درسنا أمورا أهمها أننا رأينا مستقبلنا بعد تخروجنا من هذه الدورة بعد عمل ستة أشهر نصف سنة نخرج منها ونحن نستطيع أن نتدبر النص القرآني بطريقة مميزة فريدة تميزنا عن غيرنا من القراء من المعلمين من أساتذة اللغة العربية من معلم النحو ما ذكرناه الآن ليس مختصا فقط بعلم النحو إنما هو يتعمق إلى أكثر من ذلك إلى أكثر من ذلك ما زال على هذه الدورة قبل أن نغلق إن شاء الله باب التسجيل متاحا والخصم عليها ما زال متاحا ولكنه سيغلق قريبا هذه الدورة وضعنا عليها خصما كبيرا مراعاة لأن شهر رمضان قريب وأن شهر رمضان سيكون في هذه الدورة وسيكون له رونق ومعنى جديد مع حروف المعاني لأننا سنتدبر القرآن الكريم وسنعمل مع القرآن الكريم من خلال حروف المعاني ستتغير النظرة في هذا الشهر إلى القرآن الكريم إلى اللغة العربية إلى الكثير من الأمور التي لم نكن نعلم قيمتها إلا من خلال اللغة العربية إلا من خلال اللغة العربية بالطبع هذه الحلقة مسجلة نعم والمحاضرات التمهيرية يعني موجودة متاحة للجميع إن شاء الله حضورها المباشر والمسجل لكن بقية الدورة إن شاء الله ليست للجميع إنما هي للمشتركين في هذه الدورة فقط بمن قاموا بالاشتراك والتسجد في الاستمارة الخاصة بالدورة وتفعي رسومها والاستفادة من الخصم قبل انتهائهم قبل انتهائهم لأنه له مدة معينة وطبعا معلوم أن هذه الدورة الخصم الذي عليها لن يكون في الدفع القادمة العام القادم بإذن الله تعالى لن يكون في العام القادم نفس الخصم دورة نحو القرآن كان لها ثمن في الدفع الرابعة لا في الدفع السادس اختلفك تماما وزادت عن ما هو عليهم لأننا دائما في الدفعات الأولى نحاول أن نخصصهم بأمور ليست لمن بعدهم لأنهم بادروا فلا ندعو بمعنى أصح اجتهادا ولا شيئا قدم في سبيل تعلم اللغة العربية وخدمة القرآن الكريم من خلال النحو للغة العربية إلا ورددنا يعني أضعافه للطلاب ردنا ذلك للطلاب والذي كان معنا في الدفعات السابقة يعلم ذلك سنرسل لكم الآن استمارة التسجيل الآن لمن أراد أن يقوم بالتسجيل في هذه الدورة الآن والاستفادة من الخصم قبل انتهائه من سجل في هذه الدورة قبل الدخول إلى هذه المحاضرة يعني قبل أن يسمع هذه المحاضرة أصلا الحمد لله ضمن مكانه فيها وسجله الحمد لله يعني ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك الاستمارة موجودة الآن على الدردشة طيب الذي سجل فيها بعدما سمع المحاضرة التنهيدية ولسه القادم إن شاء الله هل هو نادم موجود الرابط الآن موجود الرابط الآن يا دكتورة جهان موجود على الأيه الأستاذوي أمس سجلت نعم الأولى على الدفع أن أرسلت هل هو نادم لأنه سجل نعم ما اردنا نشر الرابط أردنا أن تحضروا بأنفسكم لتروا بأنفسكم هذا أو هذه المادة العلمية طبعا الذين سجلوا كانوا قلابا لدينا منهم من كان طالبا في دوراتنا ومنهم من لم يكن معنا وعندما سمع عن التسجيل في بداية الإعلان عن الدورة بادر بالتسجيل وحجز مكانه وضمن وجوده معنا في هذه الدورة المباركة وضمن وجوده بفضل الله أولا وآخرا في شهر دمضان المبارك واستفاد من خصمها ومن ميزاتها لأن هذه الدورة بها ميزات كثيرة مش مجرد الفيديوهات بتكون مسجلة وفقط المادة العلمية موجودة تمام مش مجرد هذه الأمور أن الذي سيضغط الآن عن الاستمارة ستظهر أمامه قصائص هذه الدورة أنك ستدرس كل حروف اللغة العربية فهذا ندعو في الخصائص نترك لها تسجيل منفصل عشان إيه نكون شهادة طويلة عنه